بمناسبة الأعياد الوطنية واليوبيل الفضي للمملكة أقام نادي مرسع الرياضي بطولة رفع الأثقال لكل الجنسين حيث شارك بياده البطولة مراكز وأندية رفع الأثقال المسجلة بالاتحاد الأردني هذه البطولة صراحة الأهالي والمواطنين كانوا كثير مهتمين في هذه البطولة لأنها عملناها قبل المرة في الموقع النادي وجذبت انتباه المواطنين والأهالي نطبع أن يكون لاعبين على مستوى يمثل الوطن وهذا يعني مكسب جميعا ويعني الحمد لله رب عيون نتمنى أن السنة هذه تكون البطولة ناجحة البطولة مشاركة أكثر من 35 لاعبا ولاعبا يمثلون مختلف الأعمار والأندية وحظيت باهتمام كبير من المراكز المشاركة وذلك من أجل اكتشاف المواهب وقياس قدرات اللاعبين ورفض المنتخب بلاعبين يتميزون بالكفاءة العالية الي سنتين بلعب اليوم عملت أداة كويس والكابتن دعمني والكل وحملت أرقام أنا اسمي رحيمة من نادي الموك البقعة اليوم صاحب اليوم كانت البطولة برعاية نادي الموك البقعة ونادي مرصع وشكر كبير للكابتن علي وكابتن منال وإن شاء الله في البطولات يجاي رح تشوفوا أرقام على القائمون على هذه البطولة أكدوا أنها تأتي لضرورة مخاطبة كافة فئات المجتمع العمرية باعتبار رياضة رفع الأثقال أصبحت رياضة مجتمعية وتعزز مفهوم التنافس والتحدي الهادفة إلى خدمة المجتمع الأردني